يأتي هذا اللقاء الذي جمع الأمين الوطني للاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنغاز أبكر طاهر موسى مع الأمين العام للحركة الوطنية للإنغاز دكتور هارون كبادي والأمينة العامة النائبة الثالثة أمسا عدين ميدي هنغتا بمدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا وذلك بهدف تقديم أعضاء الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنغاز رسالة شكر للأمين العام للحركة الوطنية للإنغاز عبر لسان رئيس البعثة أباكر طاهر موسى مضيفا بأن الاتحاد سيبقى على وعوده مع الحركة الوطنية للإنغاز من أجل رفع التحديات السياسية رغم السعوبات الكثيرة يسمى ما قال أخي وزمالين في جال أعمال تجار عندهم مشاغلهم الصحة ما يسمع لهم مسافة طويل بيدة عشان حزبهم عشان مليدهم ونبيانهم رئيسهم شالوا وقتهم وجهدهم جاءوا حتى يسكنوا ويقفوا معاملاتنا في مونغو ونباكر في أمباشر ونباكر في أمباشر وفي ذات السياق وصلت بعثة الأمين الوطني للإتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنغاز إلى مدينة أباشر حاضرة ولاية ودي وحين وصولها اتجه الوفد إلى مقر حاكم الولاية الجنرال بشر علي سليمان من أجل إخباره بوصول الوفد السياسي الذي يقوده أبكر طاهر موسى إلى مدينة أباشر كما رحب الوالي بجهود أعضاء الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنغاز مضيفا بأن ما قاموا به لم يسبقه مثيل وذلك من خلال إبراز الرقبة الحقيقية حول مساندة سكان الدار والداي من أجل الاستقبال الحاشد لرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ويشار إلى أن بإعسد الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنغاز ستواصل السير رفقا ومساندة لرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو خلال جولته الوطنية هذه ترجمة نانسي قنقر